فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران الثلاثة مستمرة في ممارسة حملة الضغوط الاقتصادية عليها بالرغم من عرضها مساعدة طهران لمواجهة وباء كورونا المستجد ودعا وزير الخارجية مايك بومبيو في مؤتمر صحفي إيران لإطلاق صراح المواطنين الأمريكيين المعتقلين لديها موضحا أن واشنطن ستواصل حملتها القصوى للضغط من أجل الحد من قدرة طهران على تصدير نفطها وتأمل الحملة الأمريكية إجبار إيران على الحد من إنتاج صواريخها النووية ونشاطاتها الإقليمية والذي بدأ بعد انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018 وقال بومبيو أيضا أن الولايات المتحدة وضعت تسعة كيانات حول العالم ضمن القائمة السوداء لانخراطهم فيما أسموه معاملات هامة للتجارة في الكيميائيات البترولية الإيرانية قالت وزارة التجارة أنها ستضيف ستة أشخاص ضمنهم خمسة علماء نوويين إيرانيين وثمانية عشر متعاونا أمريكيا لقائمة الكيانات المساعدة للبرنامج النووي الإيراني قالت مصادر مطلعة على المسألة أنه من غير المرجح أن الولايات المتحدة تخفف عقوباتها على إيران على الرغم من لداء من الصين للقيام بذلك بسبب فيروس كورونا تجرت إيران أكثر من ستة عشر ألف حالة مصابة بفيروس كورونا وأكثر من تسعمائة وثمانين حالة وفاة في أسوأ حالات تفشي الفيروس خارج الصين It's one of the worst national outbreaks outside of China موسيقى